طاجن الجنباري الاحمر بصل وفيل في الالوان وشويته ما شوحهم في شوية زبدة واجيب الجنباري اللي انا حطته في مية سخنة كده وحطه معاهم برضه ومعاهم الايه السبيا المسلوقة يعني هنحط كله مع بعضه يتشوح وفوق منهم الطماطم اللي مضروبة في الخلاط مع معلقتين صلصة كله يغلي مع بعضه شوية كرفس بشر جزر حلوين شبت بقدونس كصبرة بيد تيست عالي قوي مع الملح والكمون والفلفل لاصمر وشوية الكصبرة وتكة حلوة بقى عشان الطاجن يطلع ايه كامل من مجميعه بطارخ وبيض سبيا على الجريلا بنشوحهم افوتاس عادي ونضفهم للطاجن ياخد غلوة كله مع بعضه وندخل الفرن ياخد ويش وذكر الله وصلى للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ونحط لايك للفيديو والطريقة الاسرح طبعا اللي هي ايه البصل مع الفلفل ومع علاقة التوم في شوية زبدة ننزل بالايه بالكليماري يتشوح كله مع بعضه شوية لما يقرم ها يتخدع معايا هنزل عليهم طبعا ببيض السبيا وبعد كده الجنبري والبطارخ كله يتشوح الاول مع البصل والفلفل والتوم وبعد كده انزل عليهم في الاخر بالايه بصلصة الطماطم ومع علاقتين الصلصة الحلوين وحط بقى البهارات واخدح كله وحطه في الطاج ان ياخد ويش هيطلع ممتاز دي تمشي ودي تمشي وفيه جديد ان شاء الله انتظرونا واشتركوا معنا دمتم في امان الله